تشهد مختلف مراكز التطعيم في مختلف محافظات المملكة قبالاً لافتاً ومتواصلاً من قبل المواطنين والمقيمين على تلقي مختلف التطعيمات وذلك ضمن إطار الحملة الوطنية للتطعيم نعم حيث بلغ مجموعة الحصر على الجرعة الأولى من تطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء يوم أمس الأحد أكثر من مليون ومائتين وتسعة وعشرين ألف شخص فيما تجاوز عدد الحصرين على الجرعة الثانية من التطعيم مليون ومائتي ألف وثلاثة أشخاص هذا وقد تلقى الجرعة المنشطة من التطعيم أكثر من تسعمائة وتسعة وخمسين ألف شخص ترجمة نانسي قنقر